فالفساد الموجود في وزارة الأثار والأثار المنهوبة والمسروق على مسمع ومرأة من العالم بشكل عام والشعب بشكل خاص يبقى احنا اتفقنا نوعين من الأثار واحد مسجل اللي حضرك بتسأل عليه ده لو تسرق وتهرب وخرج فيه مثلا مزاد عالمي قادر اجيب المزاد ده وتقوله تعالى القطعة دية كانت عندي في المتحف وتسرقت ورقم تسجيلها هو وساعتها قانونا قدام العالم كله استطيع ان انا استرد النوع التاني بقى هو اللي خطر هم اللي اتنين خطر اللي هم التنقيب بدون اشكرك التنقيب خلصة يسموها كده خلصة يعني من وراء الحكومة يبقى انا لما اروح حد يروح يمسك واحد يقوله ايه ده الأثار وشعب يقولك يا عامنا لو رجعتها للحكومة الحكومة اشعب هتعمل ايه وبتتقال كده انا لما بطلع اصره خلوهم يا جماعة رجعوا الاثار للبلد لو لقيتوها وانت بتزرع وانت بتقلع وانت بتحرت اصلا انت ممكن يبقى في محراتك وانت مصر دي يا فندم بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد فتقول طول ما انت ماشي في الطبقات الارضي بتلاقي اثارها ما نحط حاجة في اطارها القانون يا سيد برسي يعني فلاحي النهاردة اللي هيلاقي حتة حتة المسال هيعافي سوقها الا اذا كان فيه راجل اعمال قوي مسنود بشكل او باخر وهياخدها منه وسوقها بره وتفوت ازاي يا فندم معنى حزاود على حضرتك باره طيب معنى ان هو هيدفع حكمتها يبقى معها فلوس وانه هيقدر يطلعها بره مصر يبقى له علاقات الى وزير الطيران من كم سنة تمام حادثة هي موثقة من الناشنال جيوغرافيك تابوت خشبي ملون لسيدة مصرية قديمة يتم نشره الى اربع قطع ويتم بعثه للولايات المتحدة الامريكية اير ميل اي بريد جوي حاول كده تبعد كده لتصحبك اللي في امريكا نص كيلو جبنة تركي بالسياحة الروسية هو الاثار عنده اولوية رابعة هو مهتم بدلوقتي بالسياحة الروسية لازم يبقى اولوية اولى يا فن لازم بجزء الجهات السيادية تحط الاثار دي نمر واحد لاني بجد دي حضرتنا راح التابوت الاربع قطع الى الولايات المتحدة الامريكية وتم تجميعه وطلع تحفة يبقى لما طلع تحفة وانا شفت الصورة بتاعته وهو في امريكا يعني فيه في الجانب الاخر علماء على مستوى مصريات على مستوى راقي يعرفوا يركبوا التابوت عشان يرجع زي شاكلته القديمة ويتم القبض عليهم من المباحث الفيدرالية ويتم ارجاعوا الى مصر شكرا للمباحث الفيدرالية معنا ايه ان النائب العام يشكل لجنة للبحث في موضوع الاثار هي حلوة هي بيقول لو وزارة الاثار ابعتوا لجنة هي حلوة بس اتأخرت اتأخرت يعني وزارة الداخلية الخارجية مثلا عرفت عن الموضوع في مارس السؤال بقى لعيسمالة رات اللي قلتها لحضرتك انت ليه ايطاليا ما قلت لناش من عشر شهور من ساعة لما مساكتوا السفيدة ده واحد عايز تتأكد اسكانت دي اثار او مستنسخات لا بس فيه بيقولوا ان هما تم اختار وزارة الخارجية وتم الاتفاق بعدم النشر الا لحين وقت ما يعرفوا دينا ما عنديش وثيقة بيها لكن لو هي وصلت في مارس برضو استل احنا لسه باقي فكرة الاستغراب اولا ليه المصري ما عرفش عنها وليه هي نزلت انت عارف حدك احنا عرفنا عنها ازاي وانا راجل هو بقالي 30 سنة بقول اثار وبقول تاريخنا وفي الخارج كنا احنا عرفنا عنها من اخبار على الفيسبوك يا خبرة بيض 118 قطعة مصرية يتبض عليها في ايطال وبعدها بكام شهر اعرف عنها من خبر نازل في موقع ايطالي انا هقول لحريك يعني خارج هذا الاطار العاصمة الادارية نعم العاصمة الادارية فيها اكبر كنيسة واكبر جامعة نفاش متحف انا الحقيقة عرضت المقترح ده من كام يوم كده على حد كده لطيف ربنا يبرك لهم وانتقول لهم عندكم مطحف اول ما سألته وانتقول لهم عندكم مطحف لا في انا كنت حاضر الرواقع فانتقول لهم مطحف هناك وانا اشكرك ان حضرتك ذكرتنا بالموضوع ده وانا ما زلت بعرض على الحكومة او الناس المسؤولين المسكين العاصمة الادارية احنا ممكن ننقي اعمل لكم لستة من مائة وخمسين لمائتين قطعة كمان ممكن كمان يتعمل لها الشرح الاثاري وايضا لو تتذكر حضرتك الواقعة احنا عرضنا ايضا فكرة عندي متطوعين ربنا بركلهم يعملوا لغة بريل او برايل زي ما احنا بنسميها هنا اللي هو هي كتابة المكفوفين او متحدق لعاقة البصرية وايضا لغة الاشارة تتحط في فيديوهات للسمو والبوكي يعني حاجب الطالب باقامة متحف عالمي في العاصمة الادارية نعم يا فندم وانا بعتقد ان مع هذا الزخم في فكرة الاثار خد بالحضرتك سرقة الاثار والكلام ان احنا بنعمله دلوقتي ده انا حواري حضرك صور دلوقتي لو تقدروا تبدأوا تنزلوها اللي احنا بنعمله ده يا فندم دلوقتي هو احنا كلنا متضايقين بس انا شايف فيه حالة ايجابية هتقول لي ايه اللي ايجابي في اللي احنا بنعمله هقول لك الشعب المصري خطوة بخطوة والناس كلها بدأت قصة الاثار تبقى موجودة تمام وتبقى مناقشة وده كويس صحيح ده كويس صحيح شوف حضرك الفندم الصورة الاولية نجيبها لسيابك تمام هتلاقي عجب العجاب ان بيع الاثار المصرية جهارا نهارا ولا العالم مديك اي اعتبار احنا معنا صور هتقول لي وزارة الاثار شغالة هقول لك وزارة الاثار شغالة وعند قسم هقول لحضرك حالا دلوقتي القطعة دي ايه لكن لازم اقول ان عند قسم وزارة الاثار زي ما بننقض لازم نقول في حاجة عندهم قسم اسمه ادارة الاثار المستردة مسيكة حد اسمه الدكتور قال له استاذ شعبان عبد الجواد تمام الادارة دي يا فندم شغالة وبتسترجع الموضوع كبير بقى لازم كلنا كمصريين نشترك فيه بص يا فندم لو تعرف سيادة المخرج يحطيلي الصورة دي فول سكرين يعني على الشاشة كلها تمام علشان انا هوري حضرك دلوقتي حاجة اغرب من الخيال تمام انا ببلغ ممكن استاذ احمد نقدر نحط الصورة على الشاشة بالكامل بلاغ للنائب العام يا فندم الصورة اللي جاي دي بلاغ للنائب العام بما ان دخلنا فيه موضوع يعني الحلقة دي قدمنا بلاغات للنائب العام للركب انا بقول لك لو هو هيتس انا معنا دلوقتي هي انا سيادة النائب العام انا نمرتي في الستوديو مع الاستاذ علوان لو عايزنا اجيلك بكرة الصبح في المكتب ومعايا ده ايه بقى ده ده واحد يا فندم اسمه جابريال فاندرفورت اقول هذا على مسئوليتي الشخصية انا بسام ردوان الشماء مرشد سياحي وعضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية كل اللي هقوله من هنا ورايح يا فندم مسئوليتي الشخصية عندي دلائله هذا الرجل جابريال فاندرفورت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية يبيع اثرنا جهارا نهارا ويصل به الحال ان يبيع قطعة من تل العمارينة بتاعت اخناتون ونفرت ايتي ولما انا اقول تل العمارينة اقولك لو شعرة من تل العمارينة زي الفسطات كده لو لقيت شعرة من الفسطات تحطها في متعف الوحدية ليه الفسطات حرقت عن اخرها معروف فلو طلع منها اثر ده حاجة اهمة جدا نفسي حكاة في تل العمارينة اتكسرت فلو طلقت حتى قدت كده من تل العمارينة دي بتبقى حاجة تهز العم يبيع احب مية تسعة وتسعين دولار مية تسعة وتسعين دولار يعني تاخد عيلتك وولادك وتأكلهم حابة ساندويتش برجر ولا مش عارف مين في امريكا جهارا نهارا يا فندم هو حاطت اسمه وحاطت عنوانه وانا معايا نمر التليفون هو حاطت نمر التليفون والموبايل بتاعه تعال نشوف الصورة اللي بعدية لكن هذا الجابريال فاندرفورت يعيش حياته في منطقة الحرية في الولايات المتحدة الامريكية خد بالاقوى يا فندم يقول لك جابريال فاندرفورت هي الموقع اللي بيبيع عليه اسمه انشنت للناس اللي عايزة تشوف انشنت ريسورس وانا بنزله تمالي عندي وبفضحه كده تمام يسلم لك الآثار اذا اشتريتها هوم ديليفري تمام هوم ديليفري الصورة هتيجي تباعا هتيجي تباعا تباعا الكارثة التانية اسورة من الذهب بص الجمال بص جمال حضرتك على اليمين والشمال ثعباني الكبرى المشهورين في مصر القديمة عين واجد في النص العين المصري اسمها واجد خد دل حضرتك انت بتتكلم هنا عن تركواز اي فيروز الله وعن كمان هذا الحجر الازرق لابس لازولي لازواء وعنده كمان كورل كمان ستون الابيض دهب واحجار كريمة بيعت بالفين وسبعين دولار يا مواطن الفين وسبعين دولار يا مواطن والنبي ما تحصرنا والنبي الشعبي مش ناقص يتنك ما انا عايز لازم نفوق والنبي الشعبي الشعبي مش عاوز يتقهر اكتر من اهرب محمد صلاح لا محمد صلاح ربنا يشفيه ويرجع ان شاء الله كاس العالم هقول لحضرتك وحبا اقول لك حاجة على محمد صلاح لان انا نزلت حاجة على الموضوع ده شوفوا دراع راموس اه معنا جبتها يا حضرتك شفت حضرك اللي جبت جبت النجمة جبت النجمة ولا حاجة دي حاجة شوف يا فاند بدي تبعت في الفين اشكرك في واحدة بقى مبينة دي وهو حاطة التاتو بتاع النجمة بتاع اللي حطينا هم على علامهم البائس ده 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 تعمد وتعمد واسرار اني اني يعني اصد ده ده مش مواطن عادي ده سروة قومية وبسبب سعادة شعب بمئة مليون لما لما هو تضرب على الحركة دي ادي ادي النجمة ادي النجمة موجودة ادي النجمة يهودية حبت انا حطت لهم كده وطلهم بصوا الصورة دي مؤامرة او ليست مؤامرة ده مؤامرة انا في اعتقاد انها مؤامرة خلاص بص يا فاندم بقى حط دي كده وحط يا فاندم الحاجة باللي احنا كنا لسه شايفينها دلوقتي دي نرجع الصور تاني يا سيد احمد لو سمعت احنا قلنا اتبعت بكام يا فاندم بالفين وسبعين دولار لو حضرك تروح تشتري بدلة من امريكا خد بالك يا مصري ابوز دماغكو من فوق لما اتكلم بالدولار اقعد تضربها في تمنتاشر لا الدولار هناك زي الجنيه بتاعك دولار مش كده يا فاندم العيش انت بتشتريه هنا بكام نشوف الصور الصور اللي بعد كده ديت باعت فين يا فاندم بالفين وسبعين دولار ديت باعت فيما زاد في المدينة المدعوة البائسة تل ابيب انا بقول لحداك انا مسؤول عن كل حرف انا بقوله لدي عندنا تل ابيب في تل ابيب في اسرائيل وفي تل ابيب في قطر في عندنا اتنين تل ابيب لا صحيح احنا عندنا انت اصدقنا تل ابيب في قطر ولا في إسرائيل؟ اللي محتلة الفلسطينيين دماغة ها انت أعزك اللي هي المحتلة ازاد ها لما هي برضو القطر محتلة من تركيا وإيران وبالمناسبة انت فكرتني بقى ها فضل عدرك عملت دوس على زراعي راسلة لا موما لا لا بقائزة حلوة ما هو بقت التاجر الأول التاجر الأول على الآثار هي قطر في العالم وانا عايز بقى المسؤولين عندنا يطلعوا يكشف يعني احنا بنحاول هو كمواطنين انا مواطن انا لا بشتغل في وزارة الأثار ولا حاجة لكن اعلى حركة حاجة النهاردة يا فندم لما انا اروح القدس الشريف او القدس المبارك في 2013 وخش من غير حرف عبراني على الباسبور بتاعي الحمد لله بطريقة قانونية لكن مفيش حرف اتختم على الباسبور انا ضد طبيعي ويأخذني فلسطيني عظيم بالتاكسي بتاعه بتقول عايز اروح متاحف في القدس يوجد مضحف اسمه مضحف اسرائيل دخلت هذا المضحف يا فندم كل الاثار المصرية مملكة المنهوبة كلها من سينة مملكة يا فندم مملكة من اثارنا المصرية والصهيونية بتقول لي قبل مسألها هي قدمت الاجابة او امريكان فرينز وانا اقول لها وانا انا هسألها مين اللي ادالك الاثار دي بفرة هيتعمل معرض في قطر اكبر من من متحف اللوفر هيبقى فيه كل الاثار المصرية